اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايضا من خلف الكاميرا طبعا ما في حد تحريت حد برا الكاميرا انا عاسب جدا لا الله بسمي تحريت حد يصور ثانا ما حد يصور الكاميرا رحى تراوالي ظل ظل منه ما ادري هاي تحكمهم فيها الكترونيا من داخل من داخل من داخل عموما نتمنى لجميع كل التوفيق ان شاء الله لتواصل معكم في هذا الجو الجميل الحمد لله رب العالمين واليوم الطقس يعني من يومين بارد البارح واليوم برود شوي الحمد لله رب العالمين زكريا سلام عليكم زنجبيل وين هذا زنجبيل جيب بس واحد تشتبه بعد لازم انت تشرب مثلي انا جيب زنجبيل لا 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 تيب للزنجبيل بس و هذا حق علي في شكر لا لا ما بي ودي خلاص ودي تجيب مال انا ما يبغي خلا يلا عطى برأي عشان خاطر غادة بس حي تطلب لك انت وما تطلب لي انا نتواصل مع اخبارنا المحلية حيث منح المجلس الدولي للرياضات العسكرية صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الدولة حاكم دبي حفظ الله ورعاه وشاح المجلس الدولي للرياضات العسكرية كأعلى وسامة من حول مجلس القادة العالميين الدعمين للرياضات العسكرية خاصة سباقات القدرة للقيول حول العالم وحققوا انجازات عالمية في هذا الميدان وشهد السمو يرافق الملك حمد بن عيسى الخليفة الملك مملكة البحرين الشقيقة تتويج سمو الشيخ محمد بن محمد بن راشد المكتوم وليع الدبي بطل لبطولة العالم العسكرية القدرة التي استضافتها البحرين ونزف أسماء آيات تاني والتبركات إلى طبعا سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وليع الدبي اللي توج بطلا لبطولة العالم العسكرية القدرة اللي استضافتها أمس البحرين وشفنا السباقات إذا أنا عيبني التتويج عسكري في تحيات عسكرية وعيبني التقوس هذه كلها والتتويج كانت حتى الشيخ حمدان بن محمد كانت فانية شوية أظن فيها شوية شده مموه مع العسكري وكانت تحيط يعني عسكرية جميل فالأجواء العسكرية ربعة حلوة أتمنى أنا متوفيق إن شاء الله أيضا هنا يفتتح سيدي صاحب اسمه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الألاتحاد حاكم عرض شارقة حفظ الله ورعاه أمس معرض ضربة القاضية للفنانة الإيطالية لارا ففاروتي الذي يستضيفه بيت السركال بمنطقة الفنون وتفقد اسمه المعرض الذي يضم عمال للفنانة ففاريتو منذ 15 سنة وحتى اليوم إضافة إلى العمل الذي أنتجت بشكل خاص للعرض في الشارقة وتجهب الأسمو يرافق اسمه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليعهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ حول القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون في المعرض التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة موما بي اس ون أيضا أكدت دولة الإمارات مجددا التزامها بأعلى معايير السلام النووية في برنامجها للطاقة أو برنامجها للطاقة النووية السلمية وتطبيق دروس المستفادة من حادثة فوكوشيما جاء ذلك في بيان الدولة أمام مؤتمر فوكوشيما الوزاري للوكال الدولي للطاقة الذرية حول السلام النووية الذي افتتع عمس في اليابان ويستمر حتى السابع عشر من ديسمبر الجاري وترأس وفد الدولة السفير حامد الكابي المدوب دائم لدى الوكال الدولي للطاقة الذرية وبمشاركة سعيد نويس سفير الدولة لدى توكوشيما ومثلين من الهيئة التعادية لرقابة النووية أيضا أعلنت القوى العالمية الافتراضية ثلاثة مبادرة جديدة لمكافحة استناء الأطفال الجنسيا عبر الأنترنت لدى اختتام المؤتمر الذي نظمته النجلة العليا لحماية الطفل ووزارة الداخلية بأبوظبي تحت عنوان التعاون الدولي ممكن للحماية مكمن أفقا للحماية وتتمثل هذه مبادرة في تعزيز القدرة العالمية على فرض الغانون في أنحاء العالم لكافحة جانيمة الاستغلال بحق الأطفال من خلال التأثير على المشرعين في جميع أنحاء العالم أيضا تدير 11 شركة ضيافة إماراتية أكثر من 30 ألف غرفة فندقية داخل الدولة وخارجها لترفع حصتها من سوق الفنادق المحلية إلى نحو 25% وصلت توقعات بانتشد سنوات قليلة المقبلة ارتفاعا في حصة العلامات الإماراتية على حساب العلامات العالمية ويؤكد خبراء وعاملون في مجال السياحة والضيافة الفندقية أن العلامات الإماراتية أصبحت منافسة قويا للأسماء والعلامات الفندقية العالمية أيضا غادرت البلاد أمس أول بعثة من طالبات ثانوية تلكلولوجيا التطبيقية التابعة للمعهد تلكلولوجيا التطبيقية للإتحاق ببرنامج تدريب مكثف في مدرسة فضاء هيوستن بمركز فضاء جونسون التابع لوكالة الفضاء الأمريكي ناسع وتتعلق في البعثة من 24 طالبة مواطنة سيقضينا أسبوعا واحدا في تدريبات تتعلق بعالم الطيران والفضاء على أيدي خبراء متخصصين أيضا توقع المركز الوطني الأرصاد الجوية والزلازل تزايد حدة تقلبات الطقس تدريجيا حتى يوم غد وذلك نتيجة للدفاع كتل هواية باردة في طبقات الجو العليا اعتبارا من ظهر اليوم وسوف تتكاثر السحب تدريجيا على المناطق الغربية والجزر ثم تمتد إلى أغلب بنادق الدولة خاصة الشمالية والشرقية مع هطول أمطار مختلفة الشدة يعني بتتراوح ما بينه خفيفة ومتوسطة وغزيرة هذا اللي فهمتي من خلال طبعا مختلفة الشدة ما عندنا والله العالم إن شاء الله اللهم اسقنا الغيث يا رب العالم ولا تجعلنا من الغالبين يا ربي أيضا هنا هذا الخبر من عند الطائر ما بالطائر السعيد ما لوكالة الرنجروفر لا ما لوكالة طائر للسيارات هذا ما لوكالة المترو 350 ألف المتوسط اليومي ما شاء الله 213 مليون راكب استخدموا مترو دبي منذ تتشيني 213 مليون ما شاء الله هذا عادل واحد اللي ما بيعرف بيقولت يا عدد سكالي مارات كم يتحرى بس اللي يركب مرة واحد يعني ماي مرة ثاني كشف منطار بن محمد الطائر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهاية الطرق والمواصلات عن تسجيل مترو دبي بخطيها الأحمر والأخضر رقما قياسيا جديدا بعد تجاوز عدد مستخدمي منذ افتتاحها أمام الجمهور في ستمبر أيلول عفوان 2009 حتى نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي 213 مليون 354 الف راكب مؤكدا أن عدد ركاب متر دبي شهد نموا كبيرا في العام الجاري حيث يقدر متوسط اليوم لعدد ركاب بنحو 350 الف راكب متوقع عن زيادة عدد ركاب في الفترة القادمة لا سيما بعد افتتاح محطة دانوب على الخط الأحمر التي تخدم منطقة جبل علي الصناعية وعرب الطائر عن سروري بهذه المؤشرات الإيجابية لتنامي عدد مستخدمي متر دبي التي تؤكد أن خطة هي الطرق والمواصلات في زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي تسير في الطريق الصحيح وأن هناك تحولا وتطورا في ثقافة المجتمع تجاه وسائل النقل الجماعي حيث بدأ الناس يلتمسون فوائد مزايا منظومة النقل الجماعي ومنها الراحة النفسية والجسدية في التنقل بكل يسر وسهولة وتقليل نفقات الوقود وصيانة المركبات أيضا دهشان السمو الشيخ مايد بن محمد وراشد المكتوم رئيس هيد دبي الثقافة الفلون الحملة التعوية ضد الثقين تحت الشعار أذكى من أن تبدأ والتي استهدفت فيها وزارة الصحة طلبة المدارس ذكورة وإناثة في المرحلة العمرية من 10 إلى 18 سنة أيضا قال عبدالله بن سالم الكعبي مدير مستشفى دبال الفجير أن 60% من أطفال مدينة دبال الفجير والمناظر التابعة لها باتوا يعانون من الإصابة بمرض سكري 60% وهذا من دون شك مرجع إلى السلوكيات الخاطئة التي تتبعها بعض الأسر في غذاء أطفالها إضافة إلى الدعم المتابعة إلى عدم المتابعة الجيدة لحالة الأطفال الصحية بين الفئة والأخرى وأشار إلى أن مستشفى دبال الفجير واستدراكا منه لخطورة هذه المعضلة أم مؤخرا بافتتاع عيادة مخصصة في مجال تغذية المكافة عن تشار مرض سمنة بين الأطفال الذي يعد من الأسباب الرئيسية أو رئيسة لأسباب مرض السكري وتم رفضها بعدد كافي من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وثلاثة اقتصاصيات تغذية لمتابعة المتابعة الصحية لأطفال بشكل مستمر والله هذا الشيء خوف 60% من أطفال مدينة الدبيع شو الكلام هذا؟ الله يحيننا إن شاء الله أيضا كشف المهندس يوسف بن عبدالله المرزوقي مدير إدارة المباني بالإيناب البلدية الدبي عن انخفاض عدد المباني والأحواش المهجورة بنسبة 44% مشيرا إلى أن عدد المباني المهجورة انخفض من 815 حوشا ومبنى مهجورا إلى 229 مبنى وحوش وذلك نتيجة للجهود المبذولة من إدارة المباني وتعاون ملاك هذه المباني بإجراء أعمال الصيان اللازمة لها واستغلالها علما بأن عدد المباني التي تم هدمها مؤخرا بواسطة آليات البلدية وشركات الهدم المعتمدة لدى البلدية 35 مبنى والله المفروض الإمارات تكون كلها خالية من المباني المهجورة الإحواط والبيوت يمعن الوساخ وحق المشاكل والجرائم فيا ليت يا ليت تكون الإمارات كلها أيضا ألزمت بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الجاري ملاك أكثر من نحو 200 بناية سكنية وتجارية بإجراء صيانة شاملة على بناياتهم وذلك في إطار قطتها للحفاظ على المظهر العام للمدينة حيث نجحت العام الماضي في إلزام ملاك ستين بناية بإجراء صيانة كاملة أسفرت عن تغيير شامل في مظهرها التي تتواكب بشكل كبير مع النهضة العقارية التي تشهدها الإمارة تمكنت حملة نظيف الإمارات التي نظمتها مع جموعة عمل الإمارات للبيئة يوم 12-12-2012 في 111 موقع في مختلف إنحاء الدولة من جمع أكثر من 191 طن من النفايات وذلك بمشاركة أكثر من 42 ألف متطوع تم تزويدهم بأكساس النفايات القابلة للتحلل الحيوي والقفازات القطنية المعادة استخدامها والقبعات والقمصان أيضاً الحليو تقبض على تاجر مخدرات بين الكثبان الرملية حيث تمكن فريق أمني مشترك من أجهزة مكافحة المخدرات في كل من شرطة دبي وشارق وعجمان في 29 نوفمبر الباضي من القائل القبض على خليجيين يحترفان التهريب والترويج المخدرات في مختلف إنحاء الدولة الأول يدعى ألف عين راء 32 عام متزوج وعاطل عن العمل وآخر ألف صاد 30 سنة عازب ويعمل موظفاً لدى أحد الجهات الحكومية إضافة لضبط كمبيات كبيرة ومتروي عمل المخدرات وذلك أثر عملية نوعية دقيقة اطلق عليه أسم عملية الحليو ونسبة للمنطقة التي دارت فيها وقاع العملية في إمارة عجمان وصف سعادة اللواء بجلجين المهدي محمد العسواني ومدير الإدارة العامة المكافحة المخدرات في شرطة دبي عملية لحليو بأنها نوعية لبروز الجانب الاستخباراتي فيها بقوة إضافة لعداء المتميز لفريق المشتركة التي نفذها بكل كفاءة واقتدار رغم الظروف الطبيعية الصعبة للمكان ودنا عنده الكثبار الرغمية ضائر عنده فورويل أيضا توقعت مؤسسة محمد براشد لتنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطها انتصل تعاملات أعضاء برنامج المشتريات الحكومية التابعة للمؤسسة إلى نحو نصف مليار درهم نهاية العام الجاري لافتة إلى أن البرنامج حقق زيادة بنسبة 66% مقارنة بعام 2011 عندما بلغت 301 مليون درهم أيضا بلغ إجمالي عدد المقاعد التي توفرها الرحلات الدولية لشركات طيران عبر المطارات الإماراتية بهاية العام الجاري نحو 104 ملايين مقعد دولي مقاب 92 مليون خلال عام 2011 بنسبة نمو 12.5% بحسب بيانات مركز آسيا باسيفك المزود الدولي لخدمات الاستشارية لشركات طيران المطارات الحكومية ويقصد بالرحلات الدولية تلك التي تربط دولة ما بالعالم الخارجي على عكس المحلية التي تتمثل رحلات داخلية التي تتم في حدود الدولة في عين يقصد بالسعة المقعدية عدد المقاعد على الرحلات يعني لا تنشرون عن الحسد مقايدين تربصونا يا الله يحاربونا كل ما ينجح عندنا شيء يحاربونا وناس تحسبوا أن تقراب منك وتحسبوا مهل وتقول هذين يخافون علي وللأسف يعني يفرحون للنجاح للأسف طلعوا لا طلعوا ما يفرحون لنجاحك يقلدونك أي شيء يفعلوا يقلدونك فيه لك ما يفرحون لنجاحك وينجحون للأسف إذا قلدوك زيقولوا الحمد لله لا هذا هنا الشيخ مايد بن محمد بنويا ويا لبدور ناصر لبدور إذا هذا مال حملة أذكى من أن تبدأ أيضا هنا أبو ظبي للتعليم حرمان الممتنعين من التسجيل في المدارس الحكومية أمام الدراسي المقبل خمسة بالمئة من طلب المقيمين لم يشددوا الرسوم طالب بأن لا تقل موازنته عن مئة مليون درهم خلال عشر سنواتها العلماء ضعف الميزانية أهم عوقات البحث العلمي مدير الهيئة الوطنية البحث العلمي الدكتور حسام سلطان العلماء يقول نسبة نسبة كبيرة من الأبحاث العلمية لا ترى النور وأخرى لا تدقل حيث تطبيق ولا استفادة منها والله يا طويل أمر الله يخليك مشكلة هاي الحاسدين بلادهم صغيرة ما يقدرون يسوون مترويا الطائر فالله يخليك اعلن على راحتك كنت بقول للطائرة أنه لا تعلن تقول ثلاثمائة وخمسين ألف راكب يوميا لأنه إذا سووا مترو عندهم ما حد بيركبه هم كلهم نفارين ما عندهم شي يعني وبلادهم صغيرة أيضا هنا يقول نعيما وائد حلو يا واحد محسن أقرع ونزل لي القحفية فراوان إياهم الدريشة تراسك بدون ما تصلح الحمد لله رب العالمين شارع مدرج مطارة المكتوب بعد شقة يوم صلحت الحمد لله رب العالمين عندهم الناس سحيدة يعني يتصلعون الله باسمي يتصلعون في القيض ما في الشتاء في الشتاء لازم تكون مثل خروف تربي شعرك الله يذكرهم بالخير الله يذكرهم بالخير عندنا طلاب اثنين إخوان وشعرهم فلفل في المدرسة ما شاء الله عاد شاء تعرف يوم الشعر مفلفل وقبل هذه الليان موضة انك تخلي شعرك يستيويد وغادي كل واحد رأس الشراء الغافة فقال لب تعالي يا فلان أستاذ الله تكارم الخير ميت ولا حي أستاذ قال لي تعالي يا ابني ليش ما تحلق شعرك وكان علينا فصل الشتاء طبعا قال الأستاذ ابوي قال لا تتحلقهم في الشتاء قال لخرفان انتو عشان يدفيهم على البرد برنامج صحي يتيح لمرضى السكاني لاستغناء عن حقا الأنسولين اللهم لا تبلي حد والله يشافي الجميع إن شاء الله يعني مشروعات لتطوير الكورنيش وإنشاء حدايق لجنة لحل مشكلة تجمع بها الأمطار في خور فكان وحاطي لي صورة ما ليبل شو الرابط بينها وحاطين البحر البلدية تعتزم تخضير الجبال بزراعة شجارات صغيرة والنباتات متسلقة والله يا ابني أنا عيبتني بلدية العين على درب العين وانت ساير يا طويل عمر يعيبين نباتات حاطين طبعا العراجيب لي منه ومن الشارع اليديد ومسوي لتقطير مع المياه يعني موصلين لشبكة مبددين لشبكة مع الري وزار عين شو العشاب لي تطلع عدنا هنا يوم يطيح المطار شو غادي جميلة طبيعية تقول طالعة طبيعية فالفكرة حلوة يعني وهاي جميلة اعتبال اهتمام وشو عناي ولكن جميلة يقول لك سكان البيئة تؤكد انها اغلقت منشآت خالفت شروط السلام السكان في سهيلة ادخنة الغيلة الصناعية تضر صحتنا سكان طالب مرقبة سير عمل مصانع والحد من التلوث البيئي ووضح حلول للتقليل من الاضرار الصحية يقول لك هنا افاد سكان في منطقة سهيلة في الشارجة لانهم تعرضون لاضرار صحية بسبب انبعاث غازات وادخنا ملوث وصادر عن مشاهد منطقة الغيل الصناعية تابعة لامارة رأس الخيمة القريبة من مساكنهم وطالبين الجهات المعنية باتخاذ جراءات للحد من التلوث وقف زحف المصانع باتجاه المساكن ما لكم امل قصدي ان شاء الله في امل انا اسف جدا ما عليش في المقابل اكيدا المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة الدكتور سيف الغيس ان جميع المصانع في المنطقة تطبق تطبق عليها شروط او شروط حماية البيئة وفق القانون الاتحادي رقم 24 سنة 1999 تلتزم اصحاب المنشآت لتركيب مرشحات وفلاتر لفوهات مصانعهم لتخفيف من حدة تلوث الهواء مشيرا الى ان الهيئة تراقب نسبة انبعاث الغازات والادخنة في المصانع باستمرار لتقييم الاثر البيئي واتخاذ اللازم من تدابير حال المخالفة ووجود اثار سلبية لتخنتها تصل الى غلق المنشآة اذ اغلقت مصنعا قبل شهرين في حين تم مخالفة مصنعين من بين 150 مصنع ما ان شاء الله في المنطقة خلال العام الجاري نظرا لعدم اجتزامها بشروط السلام الصحيح ما دام خالي يلغيه سنتوا تابعين يعني هالمواطنين بطرانين ايه دائما المواطنين بطرانين يشتكون من الاشياء ما ما بصحيحة تابعين مساكين وكل شيء وهذا واغلقوا مصنع ظاهر هالك كان بيسكر واغلقوا يعني هاليا يشتكون وهذا يقول ما في شيء يعني يشتكون بطران مساكين شو الكلام هذا يا جواعة الخير بعد اذا اشتكوا في مشكلة يعني اذا اشتكوا السكان يعني اذا يشترهم هم ليساكنين وشموا الروايح خلي المسؤولين يصيروا يساون بيوت حذاء المصنع معناك بيقول لك لا ما بس كنيني وهذه لنفاة ينفذوا عيالهم يتحملونهم صدورهم حديدهم يعني كشف مدير قسم العلاقات العامة في مستشفاء الديد محمد طنيجي ان عدد المصابين بالامراض الصدرية في منطقة تشيلة بلغت تسعة اشخاص منهم ستة اطفال وثلاثة من كبار السن يعانون من الحساسية المسببة ضيقا في التنفس يتفاقم اثناء الاصابة بنزلات البلد وذكر اختصاص جراحة الامراض الصدرية والعوية الدموية الدكتور نمار صادق او انماره مكتوب نمار صادق ان التلوث الهوائي يؤثر في الجهاز التنفسي اذ يبدأ التحسس من الانف مرورا بالقصبة الهوائية وصولا الى رئتين ينتج عنه الربو المزمن واضافة تبعث بعض المعامل غازات كيميائية قد تتسرف في رئتين وتسبب امراضا مزمنة وتلايفا رئويا قد ينتج عنه لصابة بسرطان رئة وذكر ان مصانع الاسمنت والحجارة ينبعث منها مادة السيليكون التي قد يؤدي استنشاقها الى توسع الحواصلات الرئوية ومن ثم انتفاق الرئتين الذي قد يؤدي الى الاسابة بعجز في التنفس يشار الى ان منطقة الغير الصناعية تقع جنوب رأس القيمة وتضم 150 مصنع منتشرة على مساحة 20 كيلو متر مربع الله يعينكم 150 مصنع يا اهالي اسهيلي مبروك عليكم الربو ايه الله يعينكم ان شاء الله يا رب العالمين ايه الله يعينكم ايضا المرحلة الثانية ترفع الانتاج الى دون طن سنويا وتبدأ التشغيل في الفين واربع عشر انجاز خمسة وعشرين بالمية من تفساءة مصر ايمال الالمين ايضا تجارة الخارجية منه نمت خمسة واربعين بالعام الماضي الامارات الاولى عالميا في عادة تصدير السراميك ايضا ايضا تسعة واربعين دولة اقرت لوائح اتفاقية في اختام اعماله وادارة بروتوكول الانترنت اختيارية اتحاد الاتصالات يقر شفافية تسعار تجوال وحماية امن الشبكات يقول لك اين شار جليدة في الخليج جليدة في الخليج اليوم مارون شو راسم اه يا ايب الله هدية يا ايب حق العيوز هدية بعد البرنتين ولا مالك رشمس امام او مناسبة 12-12 اظنى 2012 يا ايب الله هدية فيها مربوطة بعد شريط حلو فيها قلب قلب مجروح فيها هيلف فيها قلب قلب شديد زقلتي اعطنا اياها يوم بطلتها ولا حطتها في الكارتون وادي الولد ماسكين ايب ايب سامونه طبعا فياقرا الامارات ايب 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 اجدد لكم التحية مرة اخرى مستمعينا الكرام ومشاهدين الكرام ومن كلاراد الرابع الموجم يو 7.8 من الامارات العربية المتحدة من عجمان ايضا نتقدم باسمع ايات التهاني والتبركات اينا طبعا حكومة ومملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني ال41 لهم نقوللهم الف 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 مبروك المبروك عليكم وان شاء الله دائما دولة ومملكة البحرين الشقيقة تلعم بالعز وارخى والامن والامن والاستقرار ان شاء الله تحتضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آه الخليفة ملك مملكة البحرين نقوللهم أخوان البحرينيين ألف 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 أبروك ودورة الخليج دورة الخليج إن شاء الله يعني بتكون سنة في البحرين شهر واحد بتكوني بس متة واحد كم تقريبا لا أدري بك ما شاء الله عليك رياضي بس أسألك كذي يعني أستعبط اسمح لي أنا آسف جدا يا سيوك يقول لك طالما ما عليش يقول لما نشوف وني أصلا أيضا أبو محمد صبح كلب الخير يا أبو محمد سعادة اللواء خميس مطر بنمزينة صبح كلب الخير والنور والسرور يا أبو محمد وما أدري ويو كان أظن يمس كان مسافر أبو محمد نقول لي الحمد لله على السلامة وين وردت البلاد بوجودك وظلمت ليعتما فيها ونقول لك بعد هلا بعودتك يا بدر البدور هلا بعودتك يا الشمس المنير تشرفنا وزاد النور النور من الفرحة خطر لأننا نطير حياك الله يا أبو محمد بمحمد سعادة اللواء خميس مطر بنمزينة يقول لي الرصيد المتوفر لا هايما البنك لو تطلب سحلب ترازين في الشتاء أيضا يقول لو تشرب زعتر أحسن بمحمد تحدد يا زعتر يا سحلب الله يخليك أنا درت في النصف شرب زنجبيل محمد شو رأيك شاما سحلب وين بايبتعالبة حين أنا يقول لك خالي وين صار صديقي واحد تراك صديقي وايد كل يوم يطلع لك في جريدة ساعات الخليج ساعات الاتحاد اليوم في الإمارات اليوم صديقي ساعات الاتحاد اليوم شوف الساعة هايلي حطينا في الإمارات اليوم بكم إذا عليها خمس تشعين بالمئة خصم بنشتري واحدة ثلاث صديقي إذا خمس تشعين بالمئة خصم إذا خمس تشعين بالمئة خصم أطلب أربعة إذا خمس تشعين أطلب أربعة أقول لك واحدة نسائية حق غادة وثلاث حقنا حاضرين فارج طيب يقول لك سامي الريامي بجريدة الإمارات اليوم نحن محسودون يقول لك يا طويل أمر يبغت من بات محسود ولا بات حاسد وأيضا يقول لك إذا لم يكن لك حاسد فلا خير فيك إذا ما لك حاسد ما فيك خير عشو بيحسدونك خالي زين خالي الإمارات دولة محسودة لا شك في ذلك أبدا فالحسد آفة قديمة بدأت منذ بدايات نشأة الخلق من زمن آدم وهابيل وقابيل والحسد مرض نفسي شخصي لكنه يتحول في الأغلب من الأشخاص إلى الدول ولا غرابة في ذلك فمجموعة الأفراد هم الذين يكونون أو يكونون الدول ولا عجب في كونهم ينقلون للعلاقات الدولية مشكلاتهم النفسية المختلفة يقول لك الحسد بين دول ليس جديدا أيضا وهو منتشر منذ القرون السحيقة في الغرب والشرق والعرب ليسوا استثناءا من ذلك والله يقول العرب أكثر الناس اللي يحسدون حين العرب خارج ليسوا استثناءا من ذلك بدأ الحسد قبل نشأة الدول فكانت الحروب والغزوات بين القبائل كلها طمعا في رزق أو كلاء أو مكانة اجتماعية لم تمنعهم روابط القربة والدم من التناحر كذلك لم يمنعهم الإسلام فيما بعد من الحسد واستمرار محاولة الحصول على ما عند الغير ولا أعتقد أبدا أن الحسد بين الدول العربية وحتى بين الشقيقة منها قد توقف في عصرنا الحالي أنا أبا الشرك في عصرنا الحالي قد زاد نحن محسودون من دول غربية لأنهم لا يريدون منها سوى المال ومن أجله يفعلون الكثير ويضغطون بأساليب شتى تارى من زاوية العمالة على الرغب من أن وضع العمال في الإمارات أفضل من وضعهم في بلدانهم الأم والأمثلة على ذلك لا يمكن حصرها وباعتراف العمال أنفسهم ووضع العمالة في الإمارات أفضل من وضع العمالة في العمال المكسيكيين في أمريكا لا طويل أمر المكسيكيين يموتون يعني يموتون ولا حد حتى يوديهم الدكتر على اللي مستعبدت أنهم أمريكا في المكسيك في المصانح يموتون من يعني ولا حد ولا كأنهم بني أدبين حتى الحيوانات يعملون محسن بساكين وترى تن توجه الاتهامات إلينا بشأن المرأة وحقوقها من أن وضع المرأة في الإمارات أفضل من وضعها في دول عظمى فبنسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني هنا أعلى بكثير من دول أوروبية ووضع المرأة المساوي للراجل في الراتب أو المساوي عفوا المساوي المساوي للراجل في الراتب والمزايا في جميع الوظائف أفضل من وضعها في أمريكا حيث يقر راتب المرأة عن الرجل حتى إن كانت معه في الدرجة الوظيفية نفسها وتؤدي مثله المهام المطلوبة نفسها ولعل القرار الأخير في الدولة بإجزامية تمثيل المرأة في جميع مجالس الإدارات لا يوجد له مثيل في جميع الدول التي تهاجمنا وتتهمنا بهضم حقوق المرأة أما الآن فضغوط حقوق الإنسان هي الرائجة ليس حبا في الإنسان أو في إنسان الإمارات من طرف الغرب ومن يوازره ولكن كأسلوب ضغط جديد طبعا في مكاسب اقتصادية ومالية وصفقات مختلفة من قبل الغرب وحسدا على التفوق الذي أتعب بعض الأصدقاء والأشقاء العرب فالإمارات تنمو وتزدهر في وقت يمر فيه العالم بظروف صعبة ومآزق مالية وإمارة واحدة من الإمارات كسرت حاجز تريليون درهم في حجم تيارتها الخارجية في فترة عشرة أشهر فقط يشنون الحملات على الدولة لمجرد شكوك ومن دون أدلة مادية من الموسى حول وجود شبهات تعذيب المتهمين ويعترفون بأن التعذيب نفسي وليس جسديا ولا أدري إن كان السجن في أمريكا وأوروبا وحتى عند بعض الأشقاء عبارة عن فنادق خمسة تجوم ولكن سجين طبعا ولكل سجين مدلك لترخية عضلاته وتدليله نفسيا ينتقدون الدولة على التحقيق مع المتهمين في قضية كبيرة وينسون انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم وفي سجنهم وينسون الإبعاد للمواطنين والتضييق على الحريات وسجن من يعبر عن رأيه بقصيدة بقصيدة مدى الحياة فهل وجدتم مثل هذه الممارسات في الإمارات حجج واهية ولاعيب في السر والعلن طبعا بدأت لنا واضحة ومكشوفة والأهداف من البعيد والقريب لكنها لن تعيق نمو هذا الوطن ولن تستطيع زعزعته لأنهم يراهنون على تشوية الصورة الخارجية والأكاذيب ونراهن نحن على وحدة صف داخلي وتماسك شعبي وأحب متبادل بين قيادة وشعب يا خالي يا ريامي هذه المشكلتهم يا طوي العمر يفتكرون أن كل شيء يقدرون يشترونه بالمال ما يدرون أن العقل هو اللي يدير المال منك إذا ما عندك إدارة لهذا المال يضيع كل مال هذه مشكلتهم فكلما يسوون شيء قالوا فلوسنا وفلوسنا وفلوسنا الله يغالينا عنكم وفلوسكم إن شاء الله يا رب العالمين هنا يا طوي العمر هذا طاجين أبويا يا بني بعد هذا هذا طاجين خالي ما هو طاجين هذا ليس هناك طاجين مع المغرب هذا ما هو طاجين هذا حلوى حلوى مغربية لا هلنا نفرر لهذا أين الله إيه هذا يا طوي العمر يقول لك اللهم وبارك لهما وبارك عليهما وأجمع بينهما تم عقد قران السيد مايد بن عبدالله مكميس بن عبدالله الرئيسي على كريمة سيد جاسم محمد داميدي هذا مكتوب قناة عجمان قناة الرابعة الضاهر ووزع القنوات كل فالف ألف ألف مبروك طبعا اخونا مايد بن عبدالله ولدنا مايد بن عبدالله مكميس عبدالله الرئيسي ألف ألف مبروك للعقد القران أشكرا على الحلوى إن شاء الله أين يبالي الحلوى يبالي قهوة؟ نحن نشرب قهوة و نشرب زنجبيل أسمي صام مني صام الزنجبيل تحس الدخان بيطلع من عينك يالله 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 أينك؟ دعني أرى طوي العمر قليلا أين صار بن حم؟ بن حم عضو المجلس الوطني يقول القانون لا يكبح الزواج من أجربيات ولا والحل فينا يقول لك يا طوي العمر محمد بن مسلم بن حم يتكلم عن زواج المواطنين من أجربيات يقول لن يتوقف بقالوم يقول طبعا هو الدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجلس دارة مجموعة بن حم طبعا يقول يستفزني كثيرا الحديث عن زواج المواطنين من أجربيات وعتبر قضية من المسائل الشخصية والمعقدة وأجزم يقول بأن القانون لن يحل القضية وأكد بأن الحل يكمن في التقلي عن المغالاة في المهور وتفهم الأسر والعائلات والفتيات أنفسهم وعدم إرهاق الشباب في طلبات مبالغ فيها وطبعا يعرج على القطاع الصحي يقول وراء بأنه لا يزال يحتاج إلى تطوير وأيضا يقول التوطين وقطاعات الإسكان والتعليم وانتقال المواطنين من أولى ظاهف الاتحادية للمحلية طبعا ويؤكد للأمكانيات السياحية في العين يقول قابل المزيد من المشاريع والمبادرات الجاذبة للمعارين والزائرين ويشير إلى ما تمتلكه المدينة من موقع فريد وبيئة مميزة محلية وإقليمية ويعرب عن رضاة تجاه تجربة البرلمانية الأولى ويشير إلى جهود لجل التوطين في جمع البيانات المتكاملة مع الجهات كافة لإنجاز قطة التوظيف المواطنين التي تعظى بإتمام باله مع القيادة الرشدة طبعا يكشف يقول تقدم بسؤال سيتقدم بسؤال يناقش في الجلسة المقبلة المجلس الوطني لهو غارة باتشر انتقال حول انتقال الموظفين من الوظائف الاتحادية للمحلية وعن نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة ويتساءل بن حم يقول لماذا لم يصدر نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة حتى الآن لينهي معاناة هؤلاء الموظفين الذين يتجاوز عددهم خمسة آلاف موظف ويقول ما ننسى أيضا بن حم أن حصل على الدكتوراه من جامعة كنت البريطانية حول العمالة في الإمارات وكيفية توطينها يدعون وضرائهم من رجال العمال مواكبة من طلبات السوق وتأسيس مشاريع استثمارية يحتاجها الوطن والمواطن بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من العياد العاملة ويقول بن حم أيضا على مبادئ مدرسة الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراء بن نواجز ويشير إلى نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعا والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عيد أبو ظبي نائب القائد عن قوات المسلحة في العطاء وأيضا حوار مطول يقول صندوق معالجة الديون أيضا لا وجود له إلا في الإمارات هذا اللقاء المطول مع الشيخ الدكتور محمد بن بن سلم بن حم موجود في طبعا جريدة الرؤية فيه زين فالك طيب إن شاء الله آمر وتدلل هني يقول لك السلام عليكم أنا مقدم ولا مقدم ما مقدم أتحرى مقدم في شرطة دبي يقول أنا مقدم في شرطة دبي ضم عليش يا جماعة ترقيد يعني هم رفضوك يخوية العسكريين للنظر هذا ما عسكري قصة إذا عندك ضعف النظر ما عسكري لازم يرفضونك خارج هذا يقول أبو عمر هاي رسالة حق أبو عمر متى سيتم افتتاح جسر الستي سنتر ليديد وعندما ملاحظة بخصوص توصيل كاربا الحكومية لبنايات الشيخ مار بالجرف جسر الستي سنتر ليديد ما شي جسر الستي سنتر ليديد بيسوون جسر عند الستي سنتر بعدي يمكن تقصد أنت جسر الشيخ خليفة هذا تكلمنا أمس يا الدكتور عبدالله بالحيف النعيم ووكيل وزارة الأشغال وقال إن شاء الله في السن الياي إن شاء الله بعد سني يعني من الآن إلا ما بعد سني السن الياي إن شاء الله في يناير خالصوا تقريبا من المعروف أنه رسوم بطاقة العمل والإقامة على الكفيل ماذا عن بطاقة الهوية؟ هل هناك أي تعميم من وزارة العمل بخصوص رسوم الهوية؟ شكرا يا أبو ناشد طبعا على الكفيل أيضا رسوم الهوية على الكفيل هو الكفيل يتكفل بكل شيء خالي إيه؟ البطاقة الصحية الهوية هاي كلها على الكفيل أيضا هذا يقول لك أنه من شروط من شروط الملحقية السعودية أن الطالب يلتحق بالجامعة على حسابه الخاص لمدة سنة ومن ثم تتكفل الملحقية بالباقي لحين التخرج هذا ما يقول البحريني بعد أشتاء حين طال عمرك هاي بايد بعد أشتاء باجي وكم من شهر في أشتاء وبرد حين نرقد بدون مكيفات هاي هذا يقول صباح الفل والنرجس من تبعد قلبي وسوس صباح الخير عليك أبو راشد وعلى جميع المستمعين اللي بلوشي حياك الله يخوي أيضا أنا أعتذر من الإخوان اللي مسجاتهم فيها طلبات عذروني ما بقراها شو يقول هذي ها يقول والله يطوي العمر إن شاء الله أيضا يقول السلام عليكم لو سمحت بغيت رقم الدكتور كل داري دكتور الجلجية أزاك الله ألف خير أخوك بمحمد رقم الدكتور إبراهيم قليداري أو عياد رقم عياد الدكتور إبراهيم قليداري صفر أربعة ثلاثة أربعة ثمانية أربعة ثمانية خمسة صفر أربعة ثلاثة أربعة ثمانية أربعة ثمانية خمسة خمسة عياد الدكتور إبراهيم قليداري هذا أيضا طرشيلي ملاحظة يقول الطريق من البداير إلى دبي ما فيه لوحات تحديد السرعة معقولي؟ بتأكد؟ اتصر سعلم هيا الطرق المواصلات مسؤولة عن هذا البداير تابع السحف البداير الشارجي صح أنا عاسف نجي نسأل للمهيري ولا سأل عبد الرحمن عسكر شرطة الشارجي زين تعرف رقمه هيا المرة بتصل فينا أنا بسنع أحب أضيك رقمه صور شوي زين نتواصل معكم مستمعين الكرام الموجز نتواصل معكم وغادة نسأت الأيباد نتواصل معكم مستمعين الكرام بعد هذا الموجز والزميلة غادة أهلا وجددكم التحية مرة تاني أخرى مستمعين الكرام مشاهدين الكرام مقلال راديو رابع على الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان ونتواصل معكم وأيضا نتواصل مع المزيد من الاتصالات العدفية على التواصل مع المزيد المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة